أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد تطبيق داون لودر من أشهر التطبيقات لكل أصحاب الأجهزة الأندرويد شاشات تيفي بوكس تيفي ستيك فاير ستيك كل الأجهزة اللي تكلمنا عنها أصحابها يعلموا تماما مدى أهمية تطبيق داون لودر أشهر تطبيق تقدر من خلاله أنك تثبت كل تطبيقاتك من خارج متجر جوجل بلاي أو من خارج متجر الفاير او اس في أجهزة الفاير ستيك لكن تطبيق داون لودر لا يخلو من بعض المشكلات أحيانا كتير أثناء تثبيت بعض التطبيقات بتلاقي بيظهر معاك حدث خطأ رسالة حدث خطأ أو error كمان أحيانا كتير بتلاقي أن عند محاولة تثبيت أي تطبيق وكتابة الكود بتلاقي بيبدأ يظهر معاك هذه الصفحة غير متاحة أو بتظهر معاك شاشة بيضة أو بيبدأ في خطوات تثبيت التطبيق ويتوقف مشاكل كتير بتحصل أثناء استخدام تطبيق داون لودر وكتير من التعليقات بتوصلني عن مشاكل تطبيق داون لودر فاليوم أنا بقى جتلك فكرة عبقرية من خلالها هتقدر انك انت تعرف الكود اللي مكتوب عندك أو الكود اللي انت موجود معاك ايه العنوان اللي بيمثل الكود دا؟ يعني معروف ان الكود اللي بتكتبه هنا في مستطيل البحث دا بيبقى اختصار لعنوان معين URL ازاي بقى اقدر اعرف الكود دا بيساوي URL ايه بالزبط؟ او بيساوي عنوان ايه؟ وده مهم جدا يعني انت لو بتشوف اي شرح من الشرحات وفي الشرح موجود عندك كود لتطبيق من التطبيقات حاولت انك انت تثبت التطبيق دا من خلال الكود اللي موجود في الشرح وجهتك مشكلة انا اقدر من خلال الكود و من خلال الطريقة اللي موجود التي انتعرف عليها من خلال الشرح ان انا اعرف العنوان او URL و من خلال العنوان او URL تقدر انك انت تثبت التطبيق المطلوب باي طريقة تانية من خلال اي متصفح سوان كان متصفح جوجل كورم او متصفح TV برو او باي طريقة تانية المهم ان تقدرت توصل لreal url او العنوان الخاص بالتطبيق او الخاص بالكود وده شرح من اهم الشرحات اللي لازم انك تتعرف عليه لو عندك جهاز اندرويد لو اول مرة تشوفني ما تنساش الاشتراك معايا في القناة وتتفرج على الفيديوهات القديمة والفيديوهات اللي جاية ولو عندك اي سؤالك تقولي في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليه ويا ريت نفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة ولو عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على المايك هنا ده كود لتطبيق من التطبيقات للأسف لو بتحاول انك انت تثبت التطبيق ده من خلال الكود اللي مكتوب معنا 50187 وظهرت معك مشكلة انا اقدر من خلال الكود ده اوصل للURL او العنوان ومن هنا اقدر ان انا اثبته باي طريقة تانية كمان الطريقة اللي هنتكلم عنها او الشرح اللي هنتكلم عنه هيفيد عدد كبير من متابيع قناة محطة المعلومات في عدد من الشرحات خاصة لما بديتكلم عن بعض التطبيقات لستريمينج ما بنذكرش اسم التطبيق ولا بيظهر معنا اثناء الشرح وده لبعض السياسات والارشادات من خلال اليوتيوب البعض بيكتبلي في التعليقات ان انا بحب اعرف اسم التطبيق قبل ما تثبته عندي انت هنا بتاخد الكود اللي انا بشرحه في الفيديو وبعد كده بتقدر من خلال الطريقة اللي انا هقولها لك دلوقتي انك انت تعرف URL والعنوان وتعرف اسم التطبيق مسبقا قبل ما تحاول انك انت تثبته هنبدأ في الخطوات هنا بحتاج ان انا ادخل في اي متصفح سواء من خلال التليفون او من خلال جهازك الاندرويد احنا هنجرب الطريقة من خلال الشاشة نفسها وتقدر تنفذ نفس الخطوات من خلال الهاتف هنرجع للصفحة الرئيسية وهنا هنبدأ ندخل في متصفح جوجل كرو هنبدأ هنا في مستطيل البحث هبدأ اكتب خلي بالك معايا بعد كده بابدأ اكتب الكود الخاص بالتطبيق خمسة صفر واحد تمانية سبعة بعد كده بضغط على علامة الزائد يبقى هنا باكتب aftv.naws وابدأ اكتب الكود الخاص بالتطبيق اللي فيه المشكلة او اللي مش قادر اثبته ومحتاج اعرف العنوان الخاص بالتطبيق او url وبعد كده بضغط زائد بعد ما باكتب كده بضغط هنا على علامة انتر وهنا بيبدأ يظهر معاك الكود بيظهر معاك الشورت url وبتنزل بتلاقي بيظهر معاك العنوان url بيظهر معاك العنوان https.22 واسم التطبيق moje وهنا بتقدر انك انت تعمل توفي لいる url وتقدر في اي متصفح انك انت تبحث عن التطبيق او تبحث عن العنوان طريقة عبقرية تقدر من خلالها اي كود محتاج تعرف لإسم التطبيق او محتاج تعرف للعنوان او URL الخاص بالكود ده فمن سهل انك انت من داخل اي متصفح انك انت بتكتب aftv.news.com وتكتب الكود الخاص بالتطبيق وبعد كده علامة الزائد وبتضغط في enter او go بيبدأ يظهر معاك الصفحة دي فيها الكود فيها الشرط URL وبعد كده هتلاقي فيها URL الخاص بالتطبيق هنجرب هنا مثال تاني بنرجع للصفحة الرئيسية وهنا هنبدأ ان احنا ندخل في مستطيل البحث هنكتب aftv.news.news.com بكتب aftv.news.com وهبدأ اكتب الكود 695153 وبعد كده بضغط على علامة الزائد بضغط على enter او go وهنا بيظهر معاك الكود اللي انا كتبته بيظهر معاك الشرط URL اللي داخل تطبيق دون دولار وبانزل بلاقي هنا ال URL الخاص بالتطبيق لو هنا ضغط على copy URL بعد كده بارجع back باجي هنا في مستطيل البحث بضغط كده وهنا بضغط على الرابط اللي نسخته بتلاقي ان الرابط اللي احنا نسخناه هنا هوا كتب عنلي تنزيل وجاري تنزيل الملف يتم تثبيت التطبيق باسهل طريقة ممكن ان كنت اتنفزها وده هدية مني لكل متابعي قناة محطة المعلومات شرح حصري بديرنا من خلال ان انا اكتب كود خاص بالتطبيق معين ان انا اوصل لـ URL او العنوان الخاص بالتطبيق ده او بالكود ده وبعد كده بقدر ان انا اعمله نسخ ولصق وهنا بيتحمل معايا جاري تنزيل الملف وهتلاقي ان التطبيق هيتثبت معك محتاجين نوصل فيديو ده لـ 5000 لايك لان دي طريقة حصرية لكل متابعي قناة محطة المعلومات وهتعجب عدد كبير من مستخدمي الاجهزة الاندوريت وطريقة جديدة وطريقة بديلة للتحميل من خلال تطبيق داونلودر لو عندك اي مشكلة في استخدام تطبيق داونلودر مع ملفات او تطبيقات الابكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته